اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المؤتمر المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين بان تكون مدة شغله لهذا المنصب اكمال المدة المتبقية للمدير العام السابق اضافة الى دورة جديدة وأكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماعات بأدى الكلمة التي ألقاها المرشح لمنصب المدير العام أمام رؤساء الوفود والتي بين فيها أن خطته خلال الفترة القادمة تهدف إلى تطوير عمل المنظمة في مجالات عديدة مما يتطلب اعطاؤه الوقت الكافي لإنجازها وعدم الاكتفاء باستكمال المدة المتبقية من الدورة السابقة فقط تبر هذا المؤتمر من المحطات المهمة في تاريخ هذه المنظمة الإسلامية العريقة وقد بينت خلال جلسات المؤتمر واللقاء مع الرسالة وفود بأن مملكة البحرين تنفيذا لتوجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تدعم وتساند أنشطة المنظمة لما في خير وصالح العالم الإسلامي كما نال اختراح مملكة البحرين بأن يمدد للمدير العام الجديد حتى يكون لديه متسع من الوقت لما عالجت ما يشهده العالم الإسلامي من أثار نتيجة صراعات سياسية أو كوارث طبيعية إن عكست بأثار سلبية على الصعيد التربوي أو العلمي أو الثقافي في عدد من الدول الإسلامية وعلى صعيد متصل أكد وزير التربية والتعليم على دعم مملكة البحرين لمشاريع المنظمة من منطلق حرصها على مساندة كل ما من شأنه خدمة العالم الإسلامي وفي أول تصريح خاص بتلفزيون البحرين أكد الدكتور سالم بن محمد المالك بصفته مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أنه تم اختياره وتعيينه بأغلبية الدول وفي مقدمتها مملكة البحرين معربا عن أسماء آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل لمنظمة الإسيسكو وللتعاون المشترك والدائم بين المنظمة ومملكة البحرين لا أقول إلا هذا من فضل ربي والله الحمد تم الانتخاب وتم التعيين وإسارة الأمور على بركة الله بتأييد غالبية الدول على رأسها مملكة البحرين الشقيقة ومن هنا أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد آل خليفة على دعمه المتواصل للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وللتعاون المشترك الدائم بين المنظمة ومملكة البحرين كما أؤكد على أن المركز الإقليمي للاتصال وتقنية المعلومات الذي هو في البحرين سيكون بحول الله منارة إشعاع يشع منها ما يتعلق في التقنية الحديثة وما يتعلق في فضاء الذكاء الاصطناعي إن شاء الله ستكون الإسيسكو داعمة لهذا المركز بكل ما تحميله الكلمة معنا لا أقول إلا شكرا البحرين هي بلدنا والإسيسكو هي منظمة داخل البحرين وليست فقط في جميع الدول العربية شكرا لكم ونتمنى إن شاء الله التوفيق الدكتور سالم بن محمد المالك أكد كذلك بأن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في مملكة البحرين تحت إشراف منظمة اليونسكو هو مركز مهم على صعيد التدريب على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وستكون الإسيسكو داعمة له بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ترجمة نانسي قنقر